السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ازايكم يا حباب قلبي يا رب تكونوا بألف خير النهاردة هنعمل نوع من انواع المحش جميل جدا هنعمل محش البصل بطريقة حلوة وطعم لزيز جدا طبعا بيجيب الكمية اللي انت عايزها من البصل بس اهم حاجة وانت تجيب البصل تختار البصل لما تكون كبيرة وتكون مدورة ما تكونش اتنين او تكون بروحين مع بعض كده لا بلاش منها دي هات المدورة بتبقى احسن في المحش معاك بعد كده جبت البصل وقشرته وغسلته وكنت طبعا شلت الراس بتاعته وجيت بالسكينة كده في النص وبقسمه لحد الدايرة اللي تبقى في النص يعني مش بقسمه خالص البصلة مش بقسمها خالص بقسمه لحد الدايرة اللي في النص في الوقت ده كنت مسخنة مية على النار وحتى فيها معلقة فلفل سود ومعلقة ملح بحط الفلفل سود عشان خطر زفارة البصل بعد كده بحط البصل اول ما تحسن البصل ورقة بدأت تخلع معاك بيتخرجيه من الميال لو شفت ان اليس عايز ينزل في المية تاني تخلعي اول ورقة وبعد كده ترجعيه في المية تاني يعني عايزة اقولك زي ما بتسلق الكرومب بالزبط بعد كده جبت بسلطين قطعتهم وحطيتهم على النار وحطيت عليهم زيت وحطيت التوابل معلقة الكمون معلقة فلفل سود معلقة كزبرة معلقة ملح ومكعب مرأة هنا انا عايزة البصل بس يدبل الاول ما البصل يدبل معايا بنزل على طول بالطماطم بس يا جماعة في اي محشي انا بعمله محشي كرومب ومحشي منبار اي محشي بعمل طريقة التسبيكة دي وكمان التوابل دي مش بضيف اي حاجة تاني لو حبيت اضيف بضيف ارنيفلفل حامل بس مش بضيف اكتر من كده بعد كده نزلت بالخضرة وبعد كده بنزل بالرز بسي انت ممكن تتخطي المرحلة بتاعت التسبيك دي تعملي ايه تعمليه كله نيف نيف الصراحة انا مجربتش اعمل المحشي خالص نيف نيف دايما بسبك مش عارف انا دايما بقتنع انه هو لازم المحشي تسبك له الخلطة بتاعته لكن فيه ناس كتيرة بتعمل نيف نيف بتقود جميع بس انا مجربتش الصراحة ما علينا بعد كده بدأت الف الورق البصل اللي معانا باخد كده شوية رز واحطهم على الورقة وابدأ الفها لو لقيت الورقة طويلة معاك بتقسيمها نصين عايز اقولك ان طريقة اللف بتاعت البصل سهلة جدا 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 مش بتاخد وقت منه خالص يعني مهما كانت الكمية هتخلصيها بسرعة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد دايما كان البصل مظلوم معانا يعني كان لما بيفضوا شوية رز كده بدل ما بنرميهم كنا بنحشي بهم بصل لكن والله رب جد يعني هو كنا احنا ظلمينه البصل ده جميل جدا 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 وكمان ينفع في العزمات وطريقته حلوة جدا زي ما انتو شاكين كده خلصنا كل الكمية بتاعتنا هنبدأ نعمليها الرسل البصل وانت بترس البصل لازم تحشريه زيادة او تزنائيه في بعضه جبت الحلة وحطيت فيها عدن الخضرة وبدأت ترس فيها البصل زي ما قلتلك لازم تزنائي البصل كويس جدا لو ما عندي كيش شربة تزودي بها البصل هتحط ميا على النار هتحط فيها مكعب مرأة ومعلاقة صلصة ومعلاقة ملح وبعد كده بتبدأ يتزويدي بها البصل وانت بتزويدي البصل لازم الميا تكون لحد نص البصل بالزبط يعني ما تغطيش البصل بالميا لو هتغطيه بالميا هيبوز منك ومش بياخد سوى كتير بعد كده بتحطيه على النار وبعد كده عالية وبعد كده تهدي النار عليه لو جربت طريقة محشي البصل دي بجد مش هتبطل يتعمليها حرفيا طريقة جميلة جدا جدا وطعم البصل كمان جميل وزي ما انتو شايفين كده شكله تحفة 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 يعني شكله طعم جميل جدا اتمنى النهاردة الفيديو يكون عجبكم لو عجبكم الفيديو تعمل لك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدسوا على كل عشان يوصل لكم كل جديد مني وتحياتي نجوة سالم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة